السلام عليكم مرحبكم جديد في قناة سوبنين كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال اليوم الفيديو جديد سوف نخدم فيه كابكيك بالشوكولة مع غاناج مونتي بالشوكولة للضعب الحليب والذي سوف نزوقه بلاباتا الشكر على شكل ميكي ماوز إلا بغيتو تشوفوا الطريقات لتحضير بقوا معيات الآخر الفيديو كنتمنى هذا الفيديوين الإعجاب لكم لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وعلى الجرس لكم جديد نبدأ بسم الله على بركات الله أول حاجة نصوب الكابكيك نخلط نواشف 125 جرام تقيق 40 جرام بوضغة كاكاو خنيشة الكيموية 8 جرام نغلقها جيدا ثم نخلطه تقليل لدي نفس اللون يعني ستجنس لي هاد تقيق معاله البوضغة كاكاو ثم نزد لها 200 جرام دي السكر ونخلط هادش مزيان ونخليه على جنب بينما صوبت السوائل عندي 80 مليلتر الزيت نزد لها 120 مليلتر البن مع 120 مليلتر ديال القهوة ونزد لها قابسة الملح ونخلط هادش مزيان بالفوي سنحس ان الخليط ستجنس ليه ثم نزيد سكر ثم نضيف سكر لها قابسة الملح ونخلطه جيدا ثم نزيد بيضاء ونخلطها نحس ان الشيء يجانس جيدا ونزيد لها قابسة ونزيد لها قابسة هنا نزيد النواشف نزيد الملح ثلاثة ديال المرات نزيد شوية ونخلط نزيد الكمية الثانية ونكمل الكمية كاملة هنا كما تشوفوا ولي عندي دكشيم جانس كامل وهناك يبليكم شكل دي الخالط لا يوجد عقد و لا يوجد شجاري يعني متوسط نستعمل اي حاجة اللي غادي تخليني انا ندل نفس العبار فيهم كاملين انا استعملت هذي غادي نعمروا هاد هاد الامول دينا نخليه بحالة ثلاثة ديال اربعة هي اللي كنعمروا سوف نديرو في الفران نديرو الان 180 درجة المدة ديال ما بين 18 ال 20 دقيقة العافية الفوق والتحت بفران اللي كن مسخن من قبل سوف نساوب غاناش مونتي ديالي الكريمة نحطها فوق العافية الثاني نديرو في تلاجة و هنا الشكولات نحطه في واحد البول ونضع الكريمة بعد ما سخنات ونخلطه بحلاكة نديرو في سباتول ونساوبة نديرو في حالة ثلاثة نحطه بحالة ثلاثة السخونية الكريمة بسبب شكولات نديرو في سباتول ونخلطه من الوسط ونضع في الجناب ثلاثة ثلاثة بدأة ثلاثة التلاجة ثلاثة ثلاثة سح PLY نديرو skein ندير سرى ثلاثة 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 دمدن ثلاثة استط added كيف ترمزه بشكل جيد نضم في التلاجة هنا كيف ترمزه كيف ترمزه بشكل جيد نحيضه من المل ترمزه بشكل جيد نخرجه من تلاجة سوف نزيد في السرعة سوف نزيد في السرعة سوف نزيد ونحبز لأنه لا يجب أن نزيد لأنه سوف نزيد في مزارة يهبط كما تشاهدون لونه يفاتح تقدرون أنه لا تفضلوا أنه يكون لونه أسود سوف نزيد شوكولاتة السوداء فقط نزيد الحليب على حسب المدق وأغلبية يفضلوا بمدق شوكولاتة بالحليب سوف نضرب بحلقة صافية ونحبز له ونخليه في تلاجة قليلا سوف نزيد على شكل سكر فتا السكر هنا أخذت فتا السكر الحمرة سوف نصرحها جيدا سوف نجيب واحد القطعة القطعة يبقى على قد اللي بغيته وانتو مائة بجوة كبيرة بجوة قد هكا صغيرة سوف نقطع بحلقة لكي نضير فيه مشكلة ميكي ماوس ونجيب ميني ماوس نضيف بالغوز ونضيف نفس القضية سوف نقطع ضوارة صغيرة نفس الحجم لكي نضيف الحمرة سوف نضيف الباطاسوك جيدة هي أخر حاجة لأنه تغسخ إلا ختمتها اللولة سوف تعمر البلاسة كاملة سوف نضيف العجينة بحلقة الغوز سوف نضيف البابيون لذلك سوف نضيف البابيون وسوف نضيف البابيون بحلقة الزهر سوف نضيف البابيون من الوصف سوف نضيف البابيون ويأتي طريقة وسوف نقطع بشريط بالموس. هاو كما كتشوفو بحلقة. وغادي نجيب الماء. وغادي نديرو في الوسط بين هادو جوج قلوبة. بالطريقة. وغادي نحطي هاد الشريط هكا وغا نقطعه بالموس. وهنا كو اللي عندنا البابيون دي عدنا. سوف نقب هاد طريقة. ناجد اللاجينة السوداء. وغادي نجيب واحد القطعة اللي غادي تكون صغر شوية من القطعة اللي خدمنا بها في اللول. إلا ما عندكوش قطعات قدروا تخدموا بحلها كبه هاده اللي خدمت بها انا. وغادي تصديرو هاد الدوارات بحلها كبه الطريقة. من بعد تجيبوا شي قطعة اخرى تكون صغيرة. غادي نديرو هاده اللي ميكي ماوس. هنا كما كتشوفو. ها هو الشكل دي عالو. هنا غادي نجيب الماء. وغامضا للسق. تقدروا تديرو بالنباج وليني غايل الماء كافي. غير هي تقدروا تديروها. او لا توجدوها وتخليوها ما تديروهاش مع ما تدروهاش فقط الكريمات. تبغوا تديرو التقديم او لا تديرو البيوفي ديالكم. سافي هكا. ملي تبغوا تسرحو العجينة. تقدروا تسرحوها بالسكر غلاسي او للناشا. انا كخدم بالناشا احسن. هكا باش ما تلسقش في البلاسة فين كتخدمو. وكي يسهل الخدمة. اكترية في الصيف فاش كتكون العجينة شوية شوية جارية. يعني مشي جارية جارية ما يكتكون شوية صعبة في الخدمة. صافي هكا كما كتشوفو. غا لسق البابيون. وهنايا غنكمل بها الطريقة. هنايا فاش كي يبرد لنا الكناش فاش كنبغيو نقدموه. كندرو بها الطريقة. وكنحطو الشكل اللي صوبنا ديال ميكي ماوس ديال الميني ماوس. هنايا هاد المقادير ديالي كابكيك تخرج ليا بين 14 و 15 حبة. هنا وصلت الفيديو ديالنا اللي اخر ديالها. كنتمنى ان تكون نالت الاعجاب ديالكم. ولا اعجباتكم. ما تنسونيش باللجام واللي كومنتر اللي كيف يفرحوني بزاف. واللي كي يشجعوني ان يدري فيديوهات اخرى. وبرتجوه للفيديو مع الاهل والاصدقاء. بس تعمل فائدة. ويا الفيديو الجاي ان شاء الله.